يا ناس مصيبة مصيبتنا نحشي تفضحنا قضيتنا نسكت وكتلنا علتنا بس وين نولي وجهتنا تلين يا دكتور مرحبا مشاهدي برنامج قبل هسا عنوان حلقتنا اليوم عن السياحة نريد نعرف السياحة شون شانت قبل وشلون هي هسا وشون الأسباب فحتى نعرف عن السياحة قبل خلونا نتصر بجدو كوزي ونسبع منا مرحبا هلو جدو اشتراك شخبارك ماشي جدو الحمد لله بخير دا انت بخير جدو اريدك اليوم تحكينا عن السياحة اشتراك نتقبل بزمنكم صار جدو صار السياحة بالاراق يا ابنيتي متنوعة من ناحية الثقافة والطبيعة والتاريخ من غير المناطق العمرانية وتعرفين بلدنا متعدد القوميات والأديال وحتى الحضارات حدث ولا حرج آشورية بابلية كلدانية سومرية هذا من جانب التاريخ فتلقين الناس كل من عنده شيء تراثي متوارثة عبر آلاف السنين قبل الكاتب الأجنبي والفرد وغيره وهواي زارة والأهوار لأن الأهوار بطبيعتها الخلابة والمي اللي بيها والقصاب وحتى الناس اللي بيها كلها امتداد للحضارة السومرية من شاف العالم شلون تبني المضيف وشلون تنسج الحصير والمكناسة والسلة وغيرها وشلون تتغذي من الصيد والزرع عرف حياة السومريين وشلون كانوا عايشين وطبعا نلتقى بشيوخ العشائر هناك من السادة والعوام وحتى السيد صروت كان صديقة ويجول بيه بالهور هذا الكاتب ألف كتاب عنوانه العودة إلى الأهوار ربط بيه الماضي والحاضر وتكلم عن الحياة هناك ونشر الكتاب بعدد كبير من الدول فكانت شبه تسويق للسياحة بالأهوار وصارت محط أنظار السائح الأجنبي وبقت السواح الأجانب تتوافد وتلقينهم كل من كامر تبيدي ويصورون ويا العوائل ويلبسون الدجداشة ويركبون المشعوف وهيك الأهوار أخذت صدى واسع عند السواح وطبعا بنت الحداثة كانت بشارع الرشيد وأسواقها يجي السائح هناك يأكل ويشرب ويشتري ملابس فتلقيهم كلهم بشارع الرشيد وهم يعتبر فتشي تراثي حديث وعندنا هواي مواقع أثرية تزورها السواح مثل قلعة أربيل والحضر وبوابة آشور وملوية سامراء وآثار بابل وبكل محافظة عدنا معلم وقلعة أذكرت أننا نروح لها سفرات مدرسية ومدرس التاريخ كان يشرح لنا عنها ونلقى العوائل والسواح والمعلمة عجب الزوار والأجواء الطيبة والطبيعة السحرية بالشمال خصوصا بالربيل والحشي هواي بنيتي ودخون للذاكرة تموم جدو أنا أشكرك أخذ راحتك تعمنا كويانا خلونا بهسة الهور نشف وجزء كبير من سكانه هاجر للمدينة بسبب الجفاف اللي صار هذا من غير الجفاف المتعمد اللي صار بالنظام البائد آثار بابل بعد 2003 صارت قاعدة للأمريكان يعني العراق كلها ما كفاهم استوطنوا بالآثار وانت تخيل شو ممكن يصير بمكان يستوطن بيجيش التحفيات والعسوم والألواح الأثرية الكلدانية والأشورية والسومرية بعض منها انسرقت وتكسرت طبعا هذا الشي مبدينا بس المفروض نتحرق ونبحث عن الموضوع أكثر أما شارع رشيد اللي كان ملتقى السواح حاليا تحول إلى شارع مواد إنشائية مو غريبة لأنه أكو مناطق أثرية تبعد عنها بيوت التجاوز أنتار قليلة للعلم هذه أراضي محظورة تحتاج إلى تنقيب وأحب أضيف إنه أكو معالم شامخة مثل مدينة الحضر وبوابة آشور وعشتار وزقورة وقلعة تهوغ تبضيع معالمها ونقوشها بسبب المناخ من أمطار تصحر وتقلبات مناخية فقدت هواية من طابحها الأثري وأكو معالم تدخل وتطلع منها بدون ما أحد يسألك وين رايح يعني باستطاعة أي مخرب إنه يحبث بها هسا ما عندنا سياحة ثقافية ولا حتى معرفية سياحتنا هسا عبارة عن مصايف وفقط فصل الصيف أما روادة فمحليين والسفرات المدرسية وحتى الجامعية صارت أغلبيتها للمصايف ومدينة الألعاب والمعلم السياحي لما تفوت له ما تلقى الشخص يعرفك بتاريخ هذا المعلم للعلم أكو سواح من خارج العراق بس نقدر نقارن اهتمام مصر لسواحة مثل اهتمام العراق بسواحهم أكيدا زين شن المطلوب لجذب السواح للبلد أنا أقول لك أحتاج طرق معبدة تنقلني لمكان المعلم أحتاج إلى فنادق وأماكن استراحة حتى السائح يقدر يستقرب المكان ويصير قريب منا أغلب المحافظات التي تحتوي على مناطق أثرية ما بها فنادق بالمستوى المطلوب أو حتى ما بها أصلا أحتاج إلى أفراد مختصين داخل المعلم حتى ينورون السواح ويزودوهم بالمعرفة التاريخية عن هذه الآثار نحتاج انثقف جيننا الحالي وأجياننا القادمة بحضاراتنا وتاريخ أكثر من الأجنبي يعني لازم انفعل السفرات المعرفية والثقافية وياريت ياريت أنه يكون التسويق للأثار والمعالم التاريخية بقدر التسويق لمدائن الألعاب والمصايف لا بس أنه أروح مصيف أو مدينة ألعاب بس من ضمن المنهاج أزور كذا معلم مثل ما تشتغل مصر وباقي الدول وتروج على مواقع التواصل الاجتماعي لأثارها وطبيعتها والخدمات اللي تقدمها للسائح إحنا هم نسوي هذا الشيء حتى اللي ما يعرف يعرف إحنا بحاجة إلى تنقيب وبحث ليش متوقفين أو هجولين بالعمل لازم نشكل لجانو يستمر البحث العراق يحتوي مو بس على معالم يحتوي على مدن أثرية غطتها الأسربة إحنا تحتنا كنوز من التراث القديم بل مدن مدفونة اللي أخاف من عندها بالمستقبل إنه تتحول هذه المدن إلى أراضي زراعية أو سكانية وتنتهي القصة إحنا إذا ما نقدر نبحث وننقب وندرس ونضيف ونطور هذا الجانب من السياحة خليني نضيلي شركات استثمارية مختصة بس تحت إشرافنا مصر بدايتها سوت هذا الشيء وهس روح وشوفوا مصر عايشين على السياحة والفن ما أعرف إحنا شنو اللي ننتظره يكفي اللي عبث بداعش يكفي أحداث ما بعد 2003 والسنوات اللي قبلها من النظام البائد لازم نحدد مسار ونمشي عليه لأنه إحنا تميزنا بهذه المعالم إحنا اللي علمنا العالم الرسم والكتابة وشرعنا القانون وكتبنا حتى عن النجوم والكواكب بعض الدول المجاورة تستجدي أنه يكون عدها معلم من هذه المعالم للأسف إحنا عدنا كل هذا بس معنا الطريقة حتى نحافظ عليه باختصار إحنا محتاجين اهتمام وتسويق متطور إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج قبله هسه وموضوع جديد في أمان الله دكتور توكل بالله وش فينا من هالعلم لا يزي نظل في الحال دبل فتصورة حال المرض ويا نطار شرح وقطع يدور جلق الصب وذبح دفح الإبل اعزل أعضاء التنغزل بس خلينا نمشي عدل دكتور ترجمة نانسي قنقر